للمواطن المصري 346000 مواطن من المصابين بفيروس سي تم علاجهم على نفقة الدولة خلال العامين الماضيين بتكلفة بلغت مليار و 820 مليون جنيه ضن مبادرة الدولة لوطن خال من فيروس سي القاهرة مدينة الالف عام تضيق بسكانها وتكتظ بالمباني والمنشآت الادارية والحكومية فعلى مدى عقود طويلة كان انشاء عاصمة مصرية بديلة حلما بعيد المنال واخيرا اعلنت القيادة السياسية قرارها الجريد بميلاد عاصمة ادارية جديدة في قلب الصحراء خلايا النحل تواصل العمل في صمت بانشاء عمل مرافق وطرق ومحاور العاصمة الجديدة والتي تقرر ان تشمل حيا حكوميا يضم مباني رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب ومقرات اثنتي عشر وزارة الى جانب حي سكني وفور تولي المسؤولية اولت القيادة السياسية اهتماما خاصا للنهوض بالشبكة القومية للكهرباء لتحقق في غدون عامين طفرة نوعية تمثلت في اجراء تعاقدات مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لزيادة قدرات الشبكة الكهربائية المصرية بنحو 386 ميجاوات وذلك بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بتكلفة بلغت 21 مليار جنيه ونجحت الخطة العجلة لزيادة القدرات الكهربائية على الشبكة قبل حلول صيف 2015 مع مراعاة الطلب المتوقع على الطاقة بنسبة 7% وتم توصيل الغاز الطبيعي الى حوالي 7 مليون ومئتي الف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى مارس 2016 وبالكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط تم تأمين احتياطيات اصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ومن المخطط بدء الانتاج من هذا الحقل قبل نهاية عام 2017 وبدأ العدو التنازمي نحو تحقيق حلم مصر النووي بالتعاقد مع الجانب الروسي